موسيقى حزب الحرية يحتفل بفوز اليمين في فرنسا ويعتبره يوما جيدا لأوروبا أضرار بالملايين عقب عصفة بارت في النمسا السفلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 9.9% في يونيو بسبب الركود الاقتصادي حاكمة النمسا السفلى تدعو لفرض 2500 يورو على رفض الاندماج حزب الحرية يطلق الصاروخ الحامل مع المجري واتشيك معهد فيفو يتوقع تراجع بطيئا للتضخم في النمسا حتى عام 2026 مرحبا بكم مشاهدين وإلى حضراتكم نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم هنأ زعيم حزب الحرية النمساوي هيربيرت كيكل رئيسة التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان وقال أهنئ التجمع الوطني ورئيسه جوردان بارديل على هذا النصر الرائع مضيفا هذا يوم جيد لأوروبا وفاز التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان بالمركز الأول في الدور الأول من انتخابات البرلمان الفرنسي يوم الأحد حيث حصل على 33.2% من الأصوات على مستوى البلاد وحلت الجبهة الشعبية اليسارية في المركز الثاني بنسبة 28% فيما جاء حزبه الرئيسي إيمانويل ماكرون في المركز الثالث بنسبة 20.8% وينتظر القرار النهائي في جولة الإعادة المقبلة مع توقعات بفوز لوبان تسببت العاصفة الرعدية التي ضربت وسط مقاطعة النمسى السفلة بأضرار جسيمة في عدد من القرى والمدن بعد سقوط حبات برد بقطر 7 سنتيمتر وتجري عمليات تنظيف مكثفة حيث تسببت العاصفة في أضرار كبيرة في الأسطح والمركبات والجدران الخارجية مع تأكيد السلطات لمناطق فالد كيرشن، رابوتس، ليكسنيتش وغيلجنبيرك مناطق منكوبة وقدمت حكومة النمسى السفلة دعما سريعا وأعلنت عن تأمين 55 مبنى باستخدام ألواح مع الحاجة لتأمين 90 مبنى إضافي وتقدر أضرار الزراعة بمبلغ 1.6 مليون يورو مع تأثير حوالي 3500 هكتار من الأراضي الزراعية بأضرار ارتفع عدد العطلين عن العمل في النمسى بنسبة 9.9% في يونيو مقارنة بالعام الماضي بأكثر من 30 ألف شخص كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 6.2% بسبب الركود الاقتصادي وأظهرت بيانات مكتب العمل ارتفاعا مستمرا في العداد بنهاية يونيو حيث السجل أكثر من 338 ألف شخص كعاطلين عن العمل أو كمتدربين وصرح وزير العمل مارتين كوخر بأن هذا هو الثالث أدنى معدل للبطالة في السنوات العشر الماضية مشيرا إلى تأثيرات ما بعد جائحة كورونا وانخفضت الوظائف الشاغرة بنسبة 17% إلى نحو 98 ألف وظيفة بنهاية يونيو دعت حاكمة ولاية النمسى السفلة يوهانا ميكل لايتنر إلى اتخاذ إجراءات أشد صرامة لمكافحة نقص الاحترام تجاه النساء والعنف في المدارس وشددت لايتنر على أهمية بدء مكافحة هذه المشكلة في المدارس مشيرة إلى أنه يجب على الحكومة القادمة تفعيل عقوبات أشد على العائلات التي ترفض الاندماج كما اقترحت رفع الحد الأقصى للغرامة إلى 2500 يورو وخفض سن المسؤولية الجنائية إلى 12 عاما وقالت يجب أن نبدأ في المدارس لأن الأغلبية العاقلة من السكان لا يجب أن تستمر في التعرض للطغيان من قبل أقلية غير مسؤولة لذلك يجب التصرف بسرعة أعلن رئيس حزب الحرية النمساوي هيربرت كيكل عن تحالف جديد مع رئيس الوزراء المجاري فيكتور أوربان ورئيس الوزراء التشيكي السابق أندريه بابيش لتشكيل كتلة يمينية قوية في البرلمان الأوروبي ويهدف التحالف وفقا لتصريحات أوربان أن يكون أكبر كتلة يمينية في البرلمان الأوروبي وحققت الأحزاب اليمينية في النمسا والمجار والتشيك نتائج إيجابية في الانتخابة الأوروبية مما دفع كيكل للإعلان عن تشكيل التحالف الوطني في فيينا فيما وقع السياسيون الثلاثة على بيان وطني يشكل أساس التعاون بينهم الذي يهدف إلى دفاع عن سيادة الدول ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراجعة الصفقة الخضراء الأوروبية توقع معهد البحث الاقتصادية في فيفو أن يظل معدل التضخم في النمسا أعلى من الهدف البالغ 2% الذي حدده البنك المركزي الأوروبي حتى منتصف عام 2026 ومن المتوقع أن ينخفض التضخم من 7.8% في العام السابق إلى 3.4% في العام الحالي و2.5% في عام 2025 ومع ذلك تبقى النمسا من بين الدول ذات أعلى معدلات للتضخم في منطقة اليورو ويرجع ذلك جزئيا إلى التطورات في سوق العمل ويشير تقرير فيفو إلى أن زيادات الأجور كانت أحد أسباب ارتفاع التضخم في النمسا مقارنة بمنطقة اليورو إضافة إلى أسعار الإيجارات ورسوم الهاتف المحمول والخدمات المصرفية مشاهدين كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم وأذكركم بتحميل تطبيق إنفوغرات على هواتفكم كنت معكم أنا أدهم اللي جي أمسي سعيدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر